بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدان تعالوا رحلتنا اللي احنا بنعملها يوم الحد في البيوتنا ونشوف ايه اخبار الزوجين عن هم في حالة توافق هذا التوافق عايز يساعدهم ان هم يكونوا في حالة رضا زواجي والرضا دوت يترقى الى حد السعادة الزوجية ولا محتاجين نتكلم شوية احنا بدأنا من المرة اللي فاتت والناس في الحقيقة يعني كان رد في علوم مهم جدا 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 عندي لما تكلمنا عن الزوجة البنوتة النهاردة هنتكلم بقى على نمط من انماط الازواك الزوج عندنا في بعض الاحيين بيبقى بسبب التنشئة او بسبب اللي حصله بيبقى عنده بعض الملامح لما الزوج نشوفه كده بيبص للناس دايما على ان هو انتوا في الحقيقة عندكم شوية اخطاء ويكون الزوج ده حاجة لطيفة انه في بعض الاحيان بيقول بيقول انا انا الشخص المرتب وانا اللي بعمل كل حاجة تمامك وانتوا الناس العاشوائيين واللي بتعملوه ده هو اللي مبوز الدنيا وهو جاي بفلسفة ان انا بكمل كل حاجة غلط فهو في بعض الاحيان بيبقى الشخص ده رائع لما بيساعد الناس لكنه للأسف بيعملها بفكرة مش ان هو بيساعد الناس مش ان هو بيكملهم لا ان هو قاعد لهم على الوحدة انا النهاردة هكلمكم على الزوج اللي قاعد على الوحدة انا هكلمكم على الزوج النمكي الناس المتقدمين في السن شوية عارفين يعني ايه النمكي انا هكلمكم على الزوج البرفكشنست الزوج اللي بيسموه عشان يرققوا من الموفوم ده الساعي للكمال الزوج ده اللي بيقف على الوحدة ده واللي دايما بيرتب كل حاجة الزوجات هاي بقوا عارفين الزوج ده بيعمل ايه منها مثلا انه ممكن يدخل في المطبخ فيعلق على ترتيب الحلل وهو عنده تفتيش يومي على النظافة عنده تفتيش اساسي على النيش والحياة اللي في النيش معين النيش ده عبارة عن جزء متحفي وجد خطأ في البيوت فإيه اللي حاصل هو احد مهامه الاساسية في البيت ان هو يفتش عن النيش طبعا الزوجة طول الوقت يا عيني بتعمل مكارونا هو دايما يطلع لها فيها العيوب والمشاهد كتير جدا 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 تعمل اي حاجة تعمل شعرها تعمل اي حاجة ترب الاولاد كل حاجة يسيب الحلو ويوقف عند الوحش احد اسباب ده ان الشخص يبقى كده ممكن يكون على فكرة التفاوت بينه وبين الاخرين زي مثلا ان تكون شهادته اقل من شهادات الاخرين اقل من شهادات اخواته فهو حاسس ان هو في الحقيقة دايما الناس بساله بنظرة فيها قلة ودوت الشخص دوت في الغالب بيبقى عنده احساس دايما بانه هو مظلوم والناس مش معدرينه فهو بيعمل قيمة اضافية لنفسه ومن الحاجات المصاحبة معاه اللي بتبقى مع الشخص ده في الغالب الوسواس بيبقى موسوس فدايما تلاقيه عايز يرتب وينظف ويعدل الحاجات حتى لو هي معدولة يعني هو دخل له لقى الكوباة كده يروح عاملها كده هو طبيعي لقى القلم كده يروح عامله كده ليه؟ لانه دايما شايف الحاجات وبتعامل مع الناس على انهما بنأدمين دايما مش مهتمين بالنظام ودي القيمة الاضافية بتاعته ودي الميزة بتاعته فيدخل يقول للناس اللي انتوا بتعمله ده غلط الموضوع ده بيزيد قوي كمان لما تكون الست هي المصابة بالوسواس ويمكن انا اكلمتكم كتير عن حاجة بتحصل للناس اللي من النوع ده لما يتوسوس مثلا يبقى عنده حاجة يسمعنا النجاس السحرية ايه النجاس السحرية النجاس اللي بتطلع من الحمام تلزق في قكرة الباب تلبس في الانتري تمسك في الباب يتبقى في الشارع وزيك اللي يحصل الشخص ده ايه اللي حاصل لو زوجته خرجت هي اول ما تدخل البيت لابد ان هي تعمل شوية اجراءات تتعلق باجراءات الوقاية المنزلية حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وقف ده كله حتى في التعامل مع الطهار فإيه اللي حاصل فعلمنا ان الانسان اذا كان طاهر بيقين لا تفسد طهارته بالشك ولزيك هو لو كان في الصلاة لا يترك الصلاة لو جال الوسويس لا يترك الصلاة حتى يسمع صوتا او ان يجد ريحا ليه طيب عشان نقوم هذه الطريقة يبقى اذا الشخص ده واحنا شايفين حضرت النبي بيخلينا نتعلم نواجه ده ايه مشكلته في الحياة ليه الشخص ده تعالوا اكلمكم شوية عشان الزوجة لو فهمت ممكن تحن عليه شوية الشخص ده في الغالب هو نمكي لانه هو شايف ان في الغالب الناس مش مهتمية بيه فهو عايز يظهر نفسه قصاد الناس فبينتقدهم عشان يعرفوا انه هو عنده قيمة اضافية بحقول او ممكن واحد يعمل كده اه فيه ناس تعمل كده انتو مش شايفيني